في مشهد بات بحكم العادي تجتمع ميليشيا قسد مع ممثلين عن النظام والرعاية روسية ليس فرق هذه المرة كما حصل منذ أيام القامشلي كانت مكانا للقاءات عنوانها العريض التمهيد لإجراءات عسكرية في المدينة وما بين السطور أفادت المصادر أن ما حصل ليس إلا إقرارا لقسد بقبولها انتشار ميليشيات أسد في بعض المواقع هناك لن يكون اتفاق تسليم قرى وبلدات للنظام كما حصل في الرقا هذا ما أكدته المصادر المحلية التي أفادت بأن النقاط التي ناقشها الطرفان تشمل قبول قسد بتمركز ميليشيا أسد بالقرب من قرية نعمتلي ومحيط الطريق الدولي جنوب القامشلي وبالقرب من مناطق تل علو بالإضافة لحماية قيادات من الوحدات الكردية مطلوبين لدى أنقرة التي سلمت قوائم بأسمائهم مؤخرا إلى الولايات المتحدة تريد قسد أيضا نقل جميع جرح الوحدات بطائرات كبيرة إلى دمشق لينضموا إلى حوالي سبعمائة مقاتل من المصابين الذين يتلقون العلاج هناك كيف رد النظام؟ لا رد حتى الآن فالطرفان ما زال في طور التفاوض لكن ما الذي يريده النظام من قسد؟ يريد سلاحها الثقيل ويصر على ذلك يذهب أكثر ويطلب انسحابها من الحسكة بالكامل وتفعيل مؤسساته هناك وتصر هي أكثر على التمسك بالبقاء هل يعني ذلك انهيار المفاوضات بين الطرفين؟ كل شيء وارد لكن الأطراف لم تعلن ذلك بعد وتركت الباب مفتوحا لمفاوضات أخرى قادمة وللسائلين عن المتفاوضين في هذه الجولة القيادي في حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا صابري أوك وفي المقابل لدينا أحد نواب وزير الدفاع في حكومة النظام شكرا